الله يسبرك ما يمتشي نقول لك الله يسبرك لا يسبرك لا يسبرك مشاهدينا الكرام متتبعي قناة شوف تيفيه أهلا وسهلا بكم في هذا البت المباشر مباشرة معكم من مدينة سلا قصة جريمة النكراء التي كان لها سفاح مدينة أحفير الرجل الموسم المحترم السن دياله ومحترمش الروح الإنساني ومحترمش الدل الإسلامي ديالنا ومحترمش تمغربي ديالنا وشد فتاة يعني في مقتبل عمر تاهية عندها بنيتة صغيرة شدها ودبحها وقطعها وقردها بوحد طريقة يعني عندها بنت وولد عندها بنيتة وليد قويتامة من جيت الأم ديالهم شدها ودبحها وقردها بوحد طريقة بشعة ووحشية ممكن لنا إلا أن تبيلنا على على شحال هات السيد هو وحش آدمي ومشي إنسان هو وحش اللي ما عندوش القلب باش أنا كتسد إنسان إنسان بدمه وبلحمه وتشده وتدبحه وتقرده وتقطعه وتفتي وتلوحوا بذلك الطريقة راح حاجة نقدر أقول لكم هي أنه ما بقعت شفاقة ما بقعت رحمة في هذه الدنيا للأسف تعيشون ببناتنا وحش آدمية في صفة إنسان ما عندوش قرام ديال الإنسانية قرام ديال الألفة والرحمة التي تكون في قلوب أي إنسان اليوم أخوتي المغربة جينا لأن الأم ديال الدنيا تصلت بين أخوتي المغربة تصلت بينه وتقول لي يا والدي شدوا صفة وتنشكروا تنشكروا الرجال الأمن على أنهم شدوا هات الصفاح لقتل يا بنتي ولكن لحدود الساعة ولحدود اللحظة ما كان حتى حاجة ما كان حتى شي حاجة سمعته أنه حكموا عليه أنا ما غادرته حتى نعرف جوج حوايج أنهم حكموا عليه بالمؤبد وأنه يعني يخضر العقوب الذي يستحق وأنه سبب على تقتل يا بنتي هذه أم أريد أن تعرف الحقيقة تبحث عن الحقيقة قلبتها قلبها محروق على بنتها لا يسمح لنا من الوالدين من حقا أنها تشوخ تسريع في هذه المصيبة لدرد المجرم وخاصة نشوفه في السجن وأقصى العقوبة يأخذها لا يسعد لم يدرد انهم يرون السباطار وليسعد لهم أنهم يجب أن يأخذوا السباطار ونحن نتقم في القضاء لأنهم لا يدردون أحدهم خصوصا أن القضية دولة أم قضية ساعة عام أو متبعها الصحافة والمتبعها كل شيء كبير وصغير متبع القضية دولة بكل صدق قضية صعبة وصعبة بزاف خاصوا يخذ العقوبة التي تصحقها باش أن ذاك الأب اللي كانت ترمعان ذاك النار وهذا الأم اللي أمامكم الآن على الأقل القلب دي لهم يبرد خليكم معنا مهمتي دفنتي الدنيا الحمد لله الله يستمرك لا صعيبة ولكن كتكت طوبية ربما نشوفها بنتي وندفنها بالصحة بالصحة بتيكت طوبية ربما دفنتي بنتك ودبا ما بغاتش تبرد لي بحيث ما عرفتش بنتي السبب ولاش قتلها وباقي ما تحكمش وإحنا مرادة أنا مريضة أنا ما بقيتش مقاوم ووعلو ما قداش ديما مريضة ديما مريضة ولكن حسبي الله تعالى وتبرك ما حسبيتها واحد في هذا الحالة اللي أنا فيها أنا ديما مريضة أنا ديما مريضة وتعدمت بزاف أنا ديما مريضة أنا ديما مريضة وقد أخبرت أخبرت أن أدفن بنتي وقد أخبرت أن أخبرت ما حسبيتها أنا نطلب الله من عند سيدنا يشوف لي هذا المجرم أخبرت شوية بشوية مع المتابعين أيضا نصلوا لهم الصورة كما هي أنا ديما مريضة 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 تfernسي أنت أخبرت إن هذا ليس جريم إنه أحساب شيء يرحب أنت أخبرت أنا ضعبت أنا ضعبت أنت أخبرت أنا ضعبت أنا ضعبت أنت أخبرت أخوتي المغربة نحن م覆ت قد تسد كنت تبقى أحد مجرم تكون أماك مازلت أبقاء قامت أنكت بخصص أخبر الموت وكذلك الوحش الأدامي أنها تشاهد رب حلوك راه الروح عزيزة عند الله أنا موصني أن الدار دياله كبيرة لو كان عما دفننا في الدار دياله ودك شيء كون يستقل على الخبر راه الحمد لله أنا ربي كبير الروح عزيزة عما الله أنه يدفننا في شيء كوان في بلاعصة في الدار لو كان أخالش يدفننا في شيء كبير كنت نعرفه الدنيا ربي الحبيب ربي الله وملك الحمد ربي كبير ربي كبير بنتي يمسكنا كانت تقلل السماء بالعام كانت تجيل عندي وكان ما ربي يفضحه مع مرنين عرف بنتي وش ميته ولا أخيه يعني واحد فقط قتل عما الله بس عرفوا قدرة الإله هي أخوتي المغاربة القدرة إلا عما الله الدار على أحد اللي أنا مشات الأم تمت وشافت الدار على أحد ما عودت لي الدار كبيره الدار كبيره الدار كبيره لا يمكن أن يحفروا يدفنه لا يمكن أن يطلق المرأة التي قتلت الرجل وولدها دفنتهم في الدار بعد ما وقيته 20 عام وقيته وقيته 11 عام لا تساقلنا الخبار كانت تتقهد الأم تتعاني معاناة حقيقية تنتظر أن يأتي عند يد العام لم تتعاني معاناة حقيقية لم تتعاني معاناة حقيقية لم تتعاني معاناة حقيقية تتقلب على الاختفاء هذه البنت الله يكتر خير الذين أحفروا وقفوا معاناة والجدارمية الله يحملهم الوالدين وقفوا معانا قد تتعاني معاناة حقيقية وقفوا معاناة حقيقية وقفوا معاناة حقيقية أنا راجع لك هذه المؤمنة أخوتي المغربة تنتظر حكم لا تنتظر شيئا أخرى يجب أن ترى حكم قاصب لأحفير مدينة أحفير ترى أنه في السجن وتتعذف السجن لأنه يمكن أن يكون هذا الخطر اليوم هي معلقة لا أعرف ماذا 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 أخذت حقا أو لم أخذت حقا خاصة تعرف الحكم هذا المجرم هذا يجب حكم قاصر أنه يستطيع على حقه هو فجدة ونفسها أمرة كبيرة وليس لدي الأولاد الذي يجريه وينش ويصوله أنا أباها كبير وأنا كبيرة ونحن لم نقضي ونحن نبحث ونحن ندرك المحامي وعيد ونحن نتلت ونحن نتلت ونحن نتلت ونحن نتلت ونحن نتلت من الأسبوع ونحن نتلت بأنه يحتاج إلى أحد من المحامة ونحن نتلت ونحن فقط أنه يحتاج إلى وإحس تلك المهمة حسنوا إلى وأنه يمنح أولئية أنه يحتاج إلى الفرصة أو أولئية أنه يحتاج إلى أن ي識ع الحكم لديها على هذه الموجودة لأن الأم ترتاح تضع رأسها على المخدوية مرتاحة الموجودة مختلفة لجزائه لا يوجد كل الوقت يأتي طيافة يقول لي يا رقدي الرصح لا يخرج يقول لي كل الوقت يقول لي ونحن نتقى في قضاء كان خبرة يمزلت الأمور أو بلوس دوسة هذا لا يمكن أن يكون مريضا لكي يقطعه ماذا نقول لنا في غابة؟ ماذا نقول لنا معرفين؟ ماذا تصيبها؟ هذه الدولة فيها مؤسسات نحن دولة أنا دائما أقولها وأفتخر بهذا لأننا نحن دولة مؤسسات الله ينصر صيدنا دولة عندنا مالك يحب شعبه وعندنا أيضا مؤسسات عندنا رجال أمن قوي عندنا مؤسسة قوية أمنية وتحيى رجال الضارق لمالك يحتهم لي 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 قوة حديدية هما قوة حديدية يعني ما تخلوا كبيرة وصغيرة أن تدز عليهم يعني وضع أمي أمنية أيضة يحب أن أخوة ونحن أن يدر سوك لا في المحكامة ولا عند القايد ولا عند كل شيء يوقفوا معا يحتفى في الفوريان الله يكتر خيرهم بكلهم الله يرحمهم الوالدين وقاضي التحقيق وكل شيء الله يرحمهم الوالدين الله يزاديهم بخير الحمد لله لدينا دولة مؤسسات ليدر الدمت السهل العقوبة انا حاجة واحدة الرسالة للأم اليوم رسالة كم يمشي شنا هي بقدام المغاربة كاملة نطلب الله غير يحكموا عليه برشتي أن نزلون برد الله يرحمهم الوالدين ويشوفوا من هذا السن ديانا ومن هذا الشيء الله يرحم الوالدين طوال تعمق هو طوال تعمق طوال تعمق معيتي بغيت نعرف عن ما قتلها اسمتها بنتي دفعنا نحن نحن نصع مولا الآخر لم يكن شلم لم يكن شلم لم يكن شلم لم يكن شلم لم يكن لدينا شيء أكبر لم يكن لدينا الحقيقة لا لا لم يكن لدينا عندما نعيد المحامي يقول لي باقي ما ينوال باقي ما ينوال هذه المحامي هذه الرسالة المحاميين للأم الدنيا حاول أنك تحاطب مع الأسرة وحاول أن تقرب منهم حاول أن تبرد خاطرة أو أنك بالهاتف أو بالمكالمة أو غير بمستجدات حول القضية لأنها ستتقم معلقة لأن المحامي في وجدوية هنا ستتقم معلقة ونحن نعرف المشاكل التي تكون عند المحامية والقضايا هذا المحامي الله يكتر خير و يخيف عليه نسكين دار معي مزيان و قال لي أنت لا تكون شيء حاجراني سوف نعيدك الله سحمله الوالدين مشاهدين الكرام إنما أم دنيا المجريم راه في الحبس ولكن نريد الحكم القاسع نريد أن نعرفه ما حال يتحكم هذا المجريم لأنه ضمر عائلة الآن أم دنيا رمزان عندهم العزو هنا رمزان الحزن تنشوفه هنا فوجة العائلة كاملة لا فوجة أولاد الدنيا لا فوجة الأسرة أختها لا فوجة العائلة لا فوجة الكبيرة والصغير أخوتها المغاربة أنتنشوف الحزن الألم وهذا الأسرة ما زال جرح ما زال عميق ما زال جرح ما زال جرح أخوتين المغاربة ما زال الأسرة تطالب أقصر عقوبات في حق هذا المجريم السفاح مدينة أحفير مدينة أحفير مدينة المسالمة مدينة النسائلة طيبين قالت أم الدنيا قالت أنا أحفير أنا أشكرهم نحن مع الدنيا وخاصنا نشوف هذا الحكم قاسف حق هذا المجريم الذي بكل صدق شوه مدينة أحفير أعطى السمعة خيبة مدينة أحفير فخاصوا الجزاء لأن مدينة أحفير نحن نعرف نعرفها ونعرف ساكينتها الناس طيبين ونعرف ونعرف البراني ونعرف ومضياف جهة الشرقية تحية لهم مشاهدين الكرام متتبعي قناة الشعب وصلنا لنهاية المباشرة مع أم الدنيا سوف نتبع قضية دنيا سوف نتبعه حتى نهار الحكم قناة تشوف هي التي بدأت مين في الدنيا وعدت سالم حتى نرى هكذا المجريم مشاهدي الكرام على أمل اللقاء بكم في مدينة أخر سأقول لكم السلام عليكم